تستمر الانتقادات الشعبية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقية حيث يعبر مختصون وناشطون في مجال حقوق الإنسان عن قلقهم من التعديلات المطروحة وخلال تجمع نسوي في السليمانية أشارت الناشطة النسوية شهد معروف لأن التعديلات تتضمن بنودا مثيرة للجدل منها منحو حضانة الأطفال للأب في حالات معينة وسمحوا بزواج القاصرات وربط الزواج بالمذهب الديني واختتمت حديثها بدعوة الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود لوقف التمرير هذا القانون مشددة على أن تأثيراته السلبية لن تقتصر على العراق وحده بل ستطال أيضا إقليم كردستان ومن جانبها حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش مما وصفته بالتداعيات الكارثية لهذا القانون قالت إن البرلمان العراقي يعمل على التعديل قانون الأحوال الشخصية في البلاد بما يسمح للمرجعيات الدينية العراقية بتنظيم شؤون الزواج والميراث بدلا من قانون الدولة مما سيفضي إلى أثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي ويعتقد العديد من المختصين أن هذه التعديلات قد تهدد بنسف حقوق النساء والأطفال وتزيد من الفجوة الاجتماعية في البلاد التي تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر